وصل صوتك قد يتم الإعلان قال انتفقنا مع الأحزاب بش نتموا الإعلان على خريط طريق هل تم تشاور معكم كما أعلن سيد راشد غنوش هل كنتم الأحزاب اللي تم تشاور معها قلتك اللي وقع جلسة متع تفاوض بين الحزب الجمهوري وحركة النهضة من جهة وبين المسار وحركة النهضة من جهة أخر حول خريط الطريق لم تطرح أثناء هذه الاجتماعات حسب رأيي مسألة 18 كتوبر الشيخ راشد الغنوش حينما يقول هذا أحد أمرين أما أنه بشيكون إعلان انفرادي وهذا ما هو بشي حل المشكل لأنه سيبقي على التجاذب والتنازع السياسي أو أنه سيكون إعلان توافقي سواء بمناسبة 18 كتوبر أو غير 18 كتوبر وهذا يفترض التشاور وهنا نقول لك أنه إلى حد هذه اللحظة مع أنه حتى شيء من قبل الأحزاب ثلاثة الحاكمة أو حتى بقية الأحزاب ما يفيد استعدادها للاتفاق قبل 23 كتوبر على خار الطريق وبقى من هنا لـ 18 كتوبر أقل من أسبوعين نحن يوم 4 والـ 18 والـ 14 يوم فبالتالي وقتينش بشيق على الاتفاق لأنه نقاش ما هو سهل على النظام السياسي يطلب شوية وقت وكذلك على تركيبة الهيئة الليزين سميه أحنا الهيئة المشرفة على الانتخابات أو نظام الانتخابي تويبدو أنه فم اتفاق الناس كل على أنه نظام النسبية هو الذي سهيقع اعتماده لكن هل ترى بأكبر البقايا كما سار في الانتخابات الأخرى أم بأكبر المتوسطات أمور فنية وعندها تابعات طبعا على تركيبة المجلس هذه أشياء لابد من نقاش فيها فبالتالي هناك نقاشات موضوعية جدية كالمفروض ربدينا فيها 10 و 15 يوم والوقت يزرب وإلا كان ما فماش تقدير كما أنت قبيلة قلت الضغوطات والتي خارجية باش نسألك في الموضوع هذا في بلجيك سيد الوزير الأول أيضا أمريكا معناتها فماش كون شايفوا بحثت حتى القائمة في الناس اللي يلزم القبض عليهم معنا كما قالت صحف لهنا مثلا في بلجيكيا ربطوا تقريبا بطريقة تلميحية أو مباشرة المساعدات بخارج طريق واضحة هل تعتبر أن الدولة معنا تتحرك بالضغوطات خارجية أكثر من تحركات المعارضة والمجتمع مدني مع كل أسف ما هيش بالتلميح وإنما أصبحت الضغوطات بالتصريح كانت تونس ثورة اليسمين الناس تتنافس على تعبير التعاطف والتأييد لها ولي كان حقيقي كان هناك إكبار لمقابيه شعب التونسي من تغيير جذري في النظام السياسي بطرق سلمية وكيفية تمشيه للانتقال السلمي للديمقراطية في الناس كل أحاطت هذه التجربة بالعطف إلا أن الأحداث العنيفة وأنا بالنسبة لي نحب نقول أن العنف مهما كان مأتاه رأوا ومش بالاعتبار الفكر اللي يسنده يعني ينجم الإنسان يكون من أي اتجاه فكري عنده الحق المطلق بش يعبر كي ما يحب يلبس كي ما يحب يطول ولا يقصر لحيته كي ما يحب إنما ما يعتديش على الناس تحت أي عنوان كان وقت العنف هذا بدأ يظهر اعتداء على مطاعم اعتداء على فنادق اعتداء على عروض فنية اعتداء على اجتماعات سياسية والتوانسة بدأ وينبهه إلى خطورة استشراء العنف في الحقيقة العالم الغربي كان يوزنويقيس يوزنويقيس لما العنف مس السفارة الأمريكية وقع التحول مثلا وهذا ما هوش سر أنجيلا ماركل رئيسة ألمانيا كان جاية في زيارة رسمية على رأس وفد كبير من رجال الأعمال للقيام باستثمارات في تونس ألغات هذه الزيارة لأسباب سياسية هو أنه مدام ما فماش سلم ما فماش يقولوا أجلتها معناتها ألغاتها الآن أجلتها إن شاء الله ولكن هي مؤجلة إلى أن تتوفر شروط البارح سفير ألمانيا في الحفل الرسمي للعيد الوطني الألماني وبحضور رئيس الحكومة ألقى خطاب كان فيه كثير من التعاطف وتفهم للمصاعب اللي تعيشها البلدان اللي تعرف ثورة وتكلم على الثورة الألمانية في عام تسعين سقوط جدار بردين ولكن قال رأوا فم ثلاثة شروط لنجاح هذه الثورة أن تكون الحرية منذ اليوم مش يوم الانتخابات وأن ينتفي العنف وأن تكون الانتخابات قريبة وحرة ونزيحة فبالتالي العالم الخارجي ولا ما عادش يتحرج في التعبير على القلق والانشغال المتاعه وهذا في الحقيقة شيء مزعج بالنسبة لنا كاتوانسش ما عنده تونس تتحط على قائمة سوداء إلى جانب دولة السودان ما عنده شروط الاقتراض بيش تولي صعيبة ياسر ما عنده قدوم السواح بيش يتأثر سلبا برش الاستثمارات هي معطلة وما نعرفوش كيفيش بيش يصير الناس ما عادش عندها حد فبالتالي ملزنا لهالأشياء أو أربعين الف أمريكي ألغاوا جايتهم لتونس أربعين الف سائح على إثر الحادثة متاع أسفر تامريكي فهذه مسؤوليتنا أحنا كاتوانس إلى متى سنبقى نتجاذب وفلوكة الوطن قعدة تغرق هذا هو المعنى متاع المبادرة متاعنا مائدة مستديرة الناس كل كي أسنان المشت متساوين يقعدوا يحطوا تونس في الوصف فوق كل اعتبار ونتواصل إلى إعطاء وجهة يا أولادي يا توانس ما تقلقوش رايها المرحلة العصيبة هذه بيجتنتهي في التاريخ الفلاني استعد سيد أحمد نجيب الشابي الناس يقولوا لو كان المعارضة جاءت تعتبر تونس فوق كل اعتبار كانت سمحني في الكلمة ترمي روحها وتدخل مع الحكومة ولكن المعارضة عليش معنات الحكومة سمعنا أنها اقترحت على برشم المعارضة يدخلوه ولكن قالوا مديمي الحكومة معناتها معناتها شعبيتها طائحة ما النجام مش ندخل كمعارضة مع حكومة شعبيتها طائحة النجام نضر معناتها المعارضة مما فيها الحزب الجمهوري وسيدتكم وغيره خممتوا في مصلحة الحزب في الانتخابات الجاية قلتوا ما نتورتوش بين ظفرين مع الحكومة هذه يعني وين مصلح تونس عند المعارضة اليوم نهراش احنا كنا ما ندخلوش في الحكومة نهر 23 اكتوبر لأننا كنا ندرك في 23 اكتوبر وهذه مش غلطتنا غلطت اللي ما شايفش بأن الحكومة هذه ما عندهاش برنامج وبين الحكومة هذه كان هم هي اقتسام المناصب كيفاش حركة النهضة تكون عندها حصة الأسد وتعطي أشياء إلى حالفيها حزب المؤتمر وحزب التكتل عملية هذية كانت محكومة عليها بالفشل ولما جاءت النقاشات في المجلس وطن تأسيسي على القانون المالية وبينا بأنه قانون المالية هذا خارج من القجرات نظام السابق ولكنها ينفع ونفع في الماضي فبالتالي وقت اللي انت تشوف مناهج غالط ما شايفيها ما شايفيها السيارة تركب فيه لا تقول يا أولادي يروا غالط الطريق يروا مش من غادي يروا من هوني وبالتالي المعارضة لو كنت فعلا تحب مصالحها يرى عملت كل أخرين خذت مناصب وزارية وما نعرف شنوها وسيارات فاخرة أعوذ بالله نقول المعارضة الوطنية بالفعل تشوف المصلحة التونسية وكنا نقوله من هرلول يا أخوان خلي الحكومة تعتمد على كفاءات الإدارة التونسية غنية بالكفاءات لكن وقع تفكيكها معناها ما وقعش السياسية يعني غريبة شوي على الإدارة التونسية فبالتالي ما وقعش هك الانسجام بينما لو كنا اعتمدنا على الكفاءات مع حضور السياسيين في الحكومة من حقهم هذا لم يقع فبالتالي ما كانش ممكن أن نشارك في الخطأ وكل الأحداث اللي صارت من وقتها التوى توري بأن رؤيتنا كانت سائحة عما اليوم اليوم معنتها لو كان الحكومة تطلب من برشة وجوه سياسية أنها تدخل للحكومة فهو اعتراف ضمني بالخطأ يعني وكل الوجوه تقريبا رفضت بما فيه اسمعنا أنت سيداح من الجيب سيبي يقترح عليك وزارات ورفضت حسب ما سمعنا شوف لم يقترح علي أي منصب وزاري تكون الأمور واضحة الشايعة اللي خرجت من اجتماعات خاصة بالترويك والله سي نجيب يكون وزير خارجية باهي ولا يقول لا والله يكون وزير مالية باهي هذه أمور فيما بينهم ولم تكون اطلاق الموضوع تشاور ولا نقاش بيننا والموضوع مش هوني يعني لو كانت جاءت المسألة الهدف هي الوزارات رأو كنا حتى في النظام سابق كنا نجم ونبلغوا هذا الهدف مش هذا هدفنا أصلا فبالتالي اليوم كيف يقولوا نشكلوا حكومة إلا كانا احنا بش نمشي من هوني المارس الانتخابات أو أفريل في هالا 4 أو 6 شهر اللي بقات ايش بش تنجم تعمل هذه الحكومة وما تنجم تعمل حد شي عالي شو قلوله مدام الحكومة هذية بش تستوفي المرحلة من هوني تبقى وما ناشي نقشينها في أنها تبقى لإدارة شؤون البلاد ربما تعديلات أنا متمسك تبقى الله وزير داخلية وزير داخلية راهو صدقيا مشتوب شي أعمل وزير فيها خليني مرة أخرى نعمل إعلان من أكثر الناس اللي نحترمهم في النهضة هو علي العريض لأنه نعرفه عن كثب ونعرف مخه ونعرف ما عاشه من محل المشكل ماهوش هنا أنا أضمن لي انتخابات حرة بش تصير اجتماعات حرة بش تصير انتخابات حرة هذا من أجم يكون إلا بأمن فعال والأمن فعال ما يكونش مشلول بقرار سياسي عنده حسابات أخرى